اشتركوا في القناة والتاني اسمه جوني المهم بيكونوا داخلين المستشفى وبيسألوا على صاحبهم مايكل فبعدها بيرح لهم مايكل وبيقولهم عن خبر وفاة الفنانة المشهورة لنا وكمان بيوريهم صورها وهي من غير هدوم والغريب ان الصور بتعجب السفلة ايفان وجوني وبعدها بيخرجوا بره المستشفى علشان يشربوا ويسكاروا وبعدها ايفان بيطلب من مايكل ان يروح معاه حفلة مليانة شرب ورأس واخر دلع واخر مليطة لكن مايكل بيقوله انه مش هيقدر يروح معاه علشان عنده شغل كتير جدا تاني يوم وبيقوله كمان انه مش هيقدر يعتذر من رئيس المموردين بتاعه لانه هيبقى لوحده ومسؤول عن تلاجة الموتى وبيفضل ايفان وجوني يضحكه وبيقوله لمايكل انه هيبقى مع الفنانة الوحده في التلاجة وانه ممكن يعمل معها علاقة وفي الاخر بيطلب ايفان من مايكل انه يغضل التلاجة معاه فبيوافق مايكل وبيغضوا على المشرحة وبيكون وقد الموضوع بهزار لكن ايفان كان بيتكلم بجد ووقتها بيكون مايكل خايف جدا ان حد يشوفهم فايفان بيطمنه وبيقوله انه هيتصرف كأنه ضابط شرطة وبعدها مايكل بيطلب منهم انهم يبقى هاديين ويمشوا غرب الراحة وبعد ما بيدخلوا التلاجة جوني بيكون خايف جدا وايفان بيقول لمايكل انه يوريهم الجسة بقى لكنها بتطلع ستة عجوزة فبيخافوا جدا منها وبيقفل عنهم لانهم بيكونوا خايفين جدا ومش مستوعبين المنظر اللي شايفينه وبعدها بياخدهم عند جسة الممثلة وبيكشف عن وشها فبيفضلوا يقولوا انها جميلة جدا واللي يشوفها يقول ان دي اصلا نايمة مش ميتة ووقتها ايفان بيعجب جدا بالفنانة الميتة وبيفضل يصور فيها بسبب جمالها وكمان بيكون عايز يعمل معها علاقة فجوني بيقوله يا ابني انت غبي دي ميتة واللي انت عايز تعمله ده شغل عبط وللأسف بيطلعوا مايكل برا غرفة التلاجة وفي الوقت ده ايفان والممثلة بيكون الوحدهم في التلاجة ولما بيرجع مايكل وبيبص من الباب بيلاقي ان ايفان بيعمل العلاقة مع الجسة وبيكون مايكل مستغرب جدا من اللي بيعمله صاحبه وبعد ما الزبالة ايفان بيخلص وبياخد مزاجه بيدخل مايكل عشان يرجع الجسة لمكانها لكنه بيفضل يبص على شكلها وجمالها اللي مش طبيعي وهو كمان بيدخل معها في علاقة لكن الصدمة ان الفنانة بتفتحينها وبتكون مش عارفة تتحرك ولا عارفة تعمل اي حاجة لان جسمها كم متجمد ووقتها مايكل بيترعب جدا وبيعها على الارض وهو بيزعق ولما صاحبه بيدخله بيتصدموا هما كمان من المنظر ووقتها ايفان بيقدر انه يتحكم في عصابه وبيقرب من الجسة وبيلقاها فعلا انها مش قادرة تتحرك فبيروح يجيب لها كوباية ماية وبعدها ايفان بياخد جوني ومايكل لقوضة تانية وكانوا خايفين جدا لا يتفضحوا والشرطة تعرف انهم اختصبوا بنت خصوصا انها فنانة ومشهورة جدا وبتبدأ التوقعات تيجي في دماغهم وإن لها يحصل لهم وممكن الاعلام يتكلم عنهم والقانون يحكم عليهم بالاعدام فبيقول لهم جوني وقتها انها اكيد في حالة صدمة واكيد يعني مش هتفتكر اي حاجة مش عارفين انها عايشة وبيقترح عليهم انهم يخلصوا عليها فاسرع وقت لكن جوني مش موافع على قصة قتلها وبيفضل يقول لهم ان جريمة زي دي ممكن توديهم في ستين داهية وبيكون جوني هو الوحيد اللي ما عملش علاقة مع الفنانة وبيروح حشان يطلحها من غرفة التلاجة لكن ايفان بيمنعه وبيقول له انه مش عايز يدخل السجن وانهم افضل حل لهم انهم يتخلصوا من البنت دي بسرعة ومع مرور الوقت البنت بتقدر انها تتكلم وبتفضل تترجع ايفان انه ما يقتلهاش وانه يخرجها من التلاجة وجوني بيكون رايحة اللحة لكن ايفان بيضربه وبيخلص عليه مايكل بيفضل يعيط على صاحبه جوني وبيحاول ايفان انه يهديه وبيكون ايفان عايز يغفى جسد جوني صاحبه بأي طريقة وفي الوقت ده بتقول لهم البنت انهم يخرجوها وهي مش هتتكلم ولا هتقول على اي حاجة من اللي حصل استنعلي ولا اللي شافته حتى لكنهم مش بيهتموا بكلامها وبيطلعوا بره غرفة التلاجة وبيقول ايفان لمايكل انه لازم يركز لان اي حاجة هيسبها هتكون دليل عليهم وممكن يقضوا بقية عمرهم في السجن وبعدها بنشوف البنت انها بتقدر تحرك جسمها وبتاعمل على السرير وبتفضل تصحف لحد ما بتقرب من جوني وبتاخد تليفونه وبنرجع ل ايفان ومايكل وهما بيعملوا خطة جمدة علشان ما يسيبوش اي دليل وراهم وبيدخلوا لغرفة التلاجة لكنهم بيصدموا لما بيشوفوا البنت مسكة تليفون بتاع جوني وبتقولهم انها تكلمت مع باباها وقالت له انها لسه عايشة فايفان بيفتكر انها اتصرت بالشرطة وانهم خلاص هيطيبض عليهم ومش بيكونوا قدامهم اي حل غير انهم يخرجوهم لغرفة التلاجة لكن بعد شوية بيرن التليفون وبيعرف ايفان وقتها انها مليحقتش تتصل باي حد وبيتطمنوا هما الاتنين اخيرا وبيقولوا ايفان لمايكل انه يربط البنت في السرير والبنت بتفضل تترجاه انه مايعملش كده وانه كده هيودي نفسه في داهية لانه ماعملش اي حاجة وانها هتبلغ عن ايفان بس وبتقوله كمان ان ايفان هيقتله في الاخر لانك انت يا مايكل هتكون الشهد الوحيد عليه وهو بيقتل جوني لكن مايكل بيكون خايف جدا من ايفان وبيربط بوقها باللاز اما ايفان فبياخد جوني وبيرميه في الزبالة اللي جنب المستشفى وبنرجع لمايكل وهو بينظف غرفة التلاجة من دم جوني والبنت كمان بتحاول تفك نفسها لغاية ما بتقع على الارض وبتفضل تصحف على بطنها لحد ما بتخرج بره غرفة التلاجة اخيرا وبتدخل الاسنسير لكن فجأة ايفان بيشدها من رجليها وبيرجعها للتلاجة مرة تانية ووقتها بيجيله مايكل وبيقوله ان يجيب مخدة ويخلقها بالمخدة وفعلا بيخلقها مع بعض وبعدها بيطلع ايفان وبيبص في مدخل المستشفى لا يكون في حد شافهم وبيروح مايكل ينظف التلاجة وبيمسع جسم البنت من اي بصمات ليهم كمان بينظف السرير وبعدها بيرجع كل حاجة زي ما كانت وبيقفل النور وبيكون خلاص ماشي لكنه بيسمع صوت البنت وهي بتكح فبيروح بسرعة وبيقولها انها تعمل نفسها ميتة علشان ايفان لو اكتشف انها حية هيخلص عليهم هما الاتنين وبيدخل ايفان غرفة التلاجة علشان يتأكد ان ما فيش اي دليل عليهم ولما بيروحوا عند الاسنسير بيكتشف ايفان انه نسي مفاتيحه في التلاجة فوقتها مايكل بيحاول يمنعه انه يدخل لكن بيكون ايفان مش فاهم مايكل بيمنعه ليه ولما بيدخل ايفان بيلاقي البنت واقفة وبتلبس هدومها وبيعرف ان مايكل هو اللي سبع عايشة وبيفضل يضرب فيه لكن قبل ما بيموته بنشوف البنت مسكم قص وبتضرب ايفان في ظهره ورقبته وبتخلص عليه وبيقف مايكل وبيشكرها انها انقذته وبيفضل يشكر فيها لكنها مش بتديله اي فرصة انه يكمل كلامه وبتخلص عليه هو كمان وبكده هي انتقمت منهم هما الاتنين اشتركوا في القناة كده بيكون خلص في المنا ولو عجبك ادعمنا بلايكك الجميل واهم حاجة اشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس عشان لسه عندنا ملوخصات نارية كتير جدا ونشوفهم في فيديو قادم سلام